اشتركوا في القناة قمر موجود في برج الميزان معناة هاي افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد وتعتبر هاي الفترة يعني او في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتن وهي حكينا تأثيراتها رح تظل لغاية يوم 26 11 طبعا بينتبنا بسبب هاي الزاوية شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغدائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانهم في هاي الفترة ممكن يتناولوا ادوية بطريقة خاطئة بدل هاي الزاوية على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او ناقلات البترول او حرائق او اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وطبعا تاثيراتها لغاية 22-11 هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تاثيراتها لغاية 25-11 هاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة في شتى المجالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي برضو تاثيراتها لغاية 28-11 بتعزز المواهب الفنية والادفية لدينا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تزديس منفصلة ايجابية بين المشتري وبين بلوتو وتاثيرات على غاية 16-12 اي زاوية بتزيد من نمو الاموال والاملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسبب الاحساس بالكآبة او الميل الاعجاب بالذات اما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكل ما بين القمر وبين زحل وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وطبعا هاي رح تكون ذروتها ساعة 10-17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا ولغاية صباح اليوم التالي لم نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية بالنسبة لالأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الكلة والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر الزايد الدودية طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وبما أننا ذكرنا أن الجلد معناته هذا اليوم لا يصلح لعمليات التجميل اللي إلها علاقة بالحقن أو أي شيء بهي جل جل لأن الجلد أكثر حساسية بهذه الفترة طبعا هو مناسب لعمليات التجميل الأخرى يعني الأنك العين مثلا الفك الأسنان الأمور هاي ما في أي مشاكل هذا اليوم طبعا يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلهجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته خلو المسار القادم رح يكون اللي هو يوم الاثنين واحد وعشرين احداش بيبدأ في تمام الساعة احداش واربعتاش دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمستاش دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22.11 سعيد بنسبة 100% القمر في الميزان حتى يوم 21.11 هو الآن سعيد بنسبة 15% ساعات منتصف الليل بصير سعيد 45% ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى 70% وبيكمل حتى ساعات المساء عطارد في القوس حتى يوم 16-12 سعيد بنسبة 85% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوتي بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وقمر موجود مقابلكم تماما فهو جيد على مستوى تدعيم الشراكة خصوصا الشراكة المالية أو الشراكة العاطفية ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بسبب انخفاض الطاقة عندكم فما بجوز اثارة المتاعب بتكونوا تجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنهم بالفترة هاي بكونوا كثر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز كله رح يكون على العمل وعلى الصحة لأن القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك حاولوا اليوم انك تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل لأنه رح تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدوى الغذائكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما بعض موليد برج الثور يشعروا ببعض التعب أو توعاكات أو التقلبات الصحية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدكم الاتصالات واللقاءات أهمش انك تلطفوا الأجواء وتحاولوا انك ترجع العلاقات لطبيعتها لأجواء جيدة ودعم لإلكم لدرجة انه اليوم بتنالوا ما بترغبوا وبتنتصروا على كل الاعتبارات وممكن اليوم تحلوا مسائل عالقة أو كانت مستحيلة تعتبر هاي فترة إيجابية وقوية بالحظوظ فلازم تتحركوا تستغلوها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة اللي له علاقة بالعقارات أو الأمور هاي فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي انك تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا انك توجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم ولا تفرضوا رأيكم تعتبر هاي فترة مناسبة أيضا للتنقلات والسفاريات القصيرة أو حتى للاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الثالث بيت الثالث يعني نشاط وحركة اتصالات امتحانات علاقات فبتنشطوا اليوم في الدراسة والسفر والاتصالات بأنواعها وبوسعكم اجتياز امتحان وممكن يتعززوا العلاقة مع الإخوة أو مع الجيران أو يصير في حوار أو موضوع ما بينكم وبتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصكم بتكون لك لقاءات عديد اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم مش انك ما تتردد بالتحرك عندك قدرة على الإقناع وسرعة بديها عالي جدا برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا القمر في بيت المال يعني هذا اليوم بيفتح فرص لمكسب مالي بيكون هذا المكسب الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء انه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وحاولوا انكم ما تبلغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية الأهم برضو انكم تنتبهوا على أموالكم من بعض المحتالين بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود عندكم فاليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود وبرضو بتعيدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن اليوم تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك ورح تجد أنه اليوم برضو شخصيتك أو طبيعتك أو شكلك ملفت للانتباه أكثر للجنس الآخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب في الميزان لغاية يوم الغد فعشان هيك تجدوا أنه بلشت تتراجع صحتكم أو ينتابكم شعور بالتعب والملل حاولوا أن تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ويعملوا بشكل روتيني لا توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم تعتبر هاي فترة ممتازة وبعضكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم كتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات بمعنى القمر في هذا البيت معناته النشاط الاجتماعي هو اللي ممكن تستفيدوا تستثمروا برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم وبتتسلط عليكم الأضواء أكثر ولكن يعتبر هذا يعني بيت السمعة أو بيت المناصب أو بيت الترقي أو الترفيعات فعشان هيك ممكن اليوم تقضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع يعني ممكن يكون فيه بعض القلق أو التوتر ولكن إذا أنجزت أعمالك ممكن تكافأ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم من الأيام المناسبة جدا لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان برضو علاقاتكم مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد بتكثر خلال هذا اليوم وممكن بعضكم يبدأ بعمل أو دراسة جديدة بتقدروا اليوم تناقشوا أي موضوع بتناقشوا بقوة وذكاء وتتجروا على رفض أي شيء ما بناسبكم أهم شيء أنك ما تخشى شيء بل تفق بنفسك أكثر وتعتبر هاي فترة مناسبة لخط تجربة جديدة فترة ممتازة وبعد موليد برج الدلو ممكن يكون لهم سفر برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة القمر صار في البيت الثامن يعني تحرك درجي من مقابلكم والفرصة اليوم متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض وحاولوا بس لأنه ما زال يعتبر بمراحل المقابلة والبيت الثامن هاد فما تهملوا صحتكم أو بعضكم ممكن يقلق بصحة أحد الأقارب أو الأحبة أو المعارف بتصبح اليوم الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم مش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا ورفع نامك ترجمة نانسي قنقر